تفقد العميد ركنس مشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكية طابور الجهازية للقوات المشاركة في التمرين الوطني المشرك لمكافحة الارهاب حرس المملكة واحدة من قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني الذي يعد تجسيدا ميدانيا للروابط العميقة ولداء العسكري والامني المتكامل بما يضمن حفظ الامن الوطني والسلامة العامة واضح العميد ركنس مشيخ ناصر بن حمد ان التمرين اولا لتشارك فيه كذلك نيابة العامة كمشرع قانوني عبارة عن فريضة لاعتداء ارهابي على مجمع تجاري في منطقة السيفة ومدته عشر ساعات اعتبارا من المساء الخامس من ديسمبر وحتى صباح السادس من ديسمبر 2017 حيث يعد التمرين ثمرة جهد متواصل من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأي دولة ومكافحته ليست مسؤولية الاجهزة العسكرية والامنية وحدها وانما يستدعي التعاون والتنسيق التام بين كل اجهزة الدولة في طريق تسخير الامكانيات والقدرات للتصدي لأي تهديد ارهابي واشدد سموه على ان مملكة البحرين لديها الجهزية والاستعداد للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساسة بامن الوطن من خلال القدرة على ادارة الازمة وتعامل مع المواقف المختلفة واستخدام التقنيات المتطورة في القيادة والسيطرة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة